مرحبا إسماعيل من الإمارات مرحبا إسماعيل ألو ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله مرحبا الشيخنا كيف حالك الله يبارك فيه كل سنة طيبة ربنا يديك السرحة والعافية وصور ليلة العمرك يا رب جميع إن شاء الله بيقول لك يا شيخنا عندي موقع كده أنا متأكد الرحم ما الرحم دي يعني الآن بواسط أول الحمد لله وشكر الله بواسط أول الرحم سنة لكن هما كنات قاعدين معي أيوه يعني أنا ما جايش يا خياني هنا في البلد كنا متأكد لي واصل يعني أواصل 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 لما تعبت التعب شديد جدا يعني خلاص يعني بهتر من جسد يعني أيوه جاء بعد مرة بيتردوني من بيتهم بعد مرة بشكلوني بعد مرة بمتحبوني كويس وأنا الحمد لله وشكر الله يعني بيعرف الله وبرعرف رسوله وقعد بصوم الحمد لله وشكر الله برابلندا وبصومة للشهور البيضاء وبصومة الخاميس والإثنين يعني عمري ما ستلا أيام الفريطة للصيام كل كله يضاك الله وخير إن شاء الله ربني أكبر نقدم ليه يعني أعز منك الشهر بس عليك ودي لي بس الموقع كيف كلام سمي نعم أي يبقى نقول لي يا أخونا هو يعني من كلام أنه بيواصل أرحام لكن أرحامه كده ما بيواصلوا وما بيدولوا وما بيحبوا وكذا نفس القصة دي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقضعونه وأحسنوا إليهم ويسيئون إلي وأحلموا عنهم ويجهلون علي فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم الملة ولا يزالوا معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك يبقى معناة شوه نفس الكلام اللي قالوا يا أخونا ده يبقى أنت نصيحة لأخونا السائل أنت واصل الأرحام بالرغم أن يعوسوك لكن ما تكتر الزياري أمشلهم في الحياة التلاتة الضروريات الحياة التلاتة الضروريات شنوه حصل لهم وفا تمشي تعزيهم تستر معهم ميت تواسيهم تقبل المعزيم معهم حعرسوا لابتهم لولدهم تم تخدمهم في مناسبة دي عندهم مناسبة عرس تبارك ليهم تفرح معهم نمرة ثلاثة مات ليهم زول مرض رقض المستشفى رقض البيت تمش تعودوا أي يوم العيد أيضا أطحيذ رمضان تم تعيد عليهم بس يعني في السراء والضراء في السراء والضراء بس الثلاثة حيات ديلا الأربعة حيات ديلا المرض الوفاء الزواج العيد الباقي داك تقابلهم في أي مناسب سلم عليهم خلاص نعم 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 ترجمة نانسي قنقر